أكثر من خمسمائة منزل بمنطقة أم النعاج في محافظة البصرة يعانون من أزمة انقطاع ماء الإسالة منذ سنوات طويلة الأهالي نظموا وقفات احتجاجية عدة سابقة لكن دون حلول وحتى إذا توفرت فأنها ترقيعية ومؤقتة طبعا معاناتنا شحة الماء بهذه المنطقة أكثر دامت من سنة وسنتين وثلاثة ودائرة الماء عدهم خبر بهذا الموضوع حسا بهذه الفترة الأخيرة حسا صارنا اليوم خامس مقطوع عدنا الماء الناشد الدائرة يقول والله أكو تضرر أكو ربط أكو كذا كهرباء ضعيفة الواقع الحال هذا الطريق الخدمي يعني معاناة عدنا أطفال عدنا ناس كبار بالعمر عدنا ناس مرضى ومنطقة سكنية تقريبا العدد جاوز الخمسمائة بيت وبو التكسي لو تقلنا لمنعاج يقول لك ما أروح يعني من ساحة الساعد لمنعاج عشر ثلاث دينار ويا مسافة كيلة سكان المنطقة يقومون بشراء الماء بصورة يومية بمبلغ يتراوح بين 15 ألف إلى 25 ألف دينار عراقية وما يزيد المشكلة تعقيدا فإن المنطقة تضم عددا من معامل الطابوق والثلج متجاوزة على أنبوب الإسالة تابعة لجهات المتنفذة بالمحافظة يعني نظل أن نشتري الماء بـ 15 تنكر يعني أبدا معاناة صعبة زيادة قطاع الكهرباء كرام مستمر بالقطوعات منطقة تعبانة يعني ما بيلا خدمات لا بيشي هي صحيح منطقة جراعية بس ثقل واعلية هي منطقة منتصى من شارع الصناعية نزلت معامل تنج اللامي إحنا غطاء الماء يأزلي هاد عدنا وزائدا المعامل ورأس الشارع وعدنا أنبوب واحد يطب على المنطقة هذا الأنبوب واحد وبالأربعة وما يتسعب هاي المنطقة بالكامل متفرعة لعدة أفرع إحنا جاي نعاني من هذا الأنبوب إحنا الأفضل والأحسن يطب لنا أبوب واحد في الدبو الستة لهذه الشارع مشكلة انقطاع ماء الإسالة عن بعض مناطق المحافظة تضاف إلى المشاكل التي يعاني منها المواطن البصري كانقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الخدمات لقناة التغيير يونس الرباعي البصراء